ودلوقتي تعالوا نتعرف حضراتك على الصحافة الرياضية وأهم المنشطات من الشروق وزميلتنا نورهان تمان نورهان بونجور صباح الفل عليك وعلى كل اللي عندك دلوقتي إحنا سمعين كنت معك منشطات مهمة بس طبعاً هنبدأ بالشروق لأن نتكلم عن أول رسالة من كالر بعد وصوله للأهلي طبعاً أعتقد ده خبر يهم العديد والملايين خلينا نقول تفضل يا صباح الخير أنا هوند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أنا صباح الخير يا كريم وإحنا هنا زي ما قلت طبعاً من مقر جريدة الشرور نتلعكم على الأبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم أول خبر معنا زي ما قلت يا نهوند رسالة كولر لجماهير النادي الأهلي من الشروق أول رسالة من كولر بعد وصوله للأهلي أبدأ مرسل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال اللي طبعاً كان عليها يعني إدارة النادي الأهلي بالأمس وطبعاً كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك شكراً على الاستقبال الحافل سعيد بتمثيل أعظم نادي في إفريقيا والشرق الأوسط وحارس كولر على معاينة أرض ملعب مختار التيتش وأيضاً الإضاءة تاني خبر معنا من كرة اليد واليوم السابع الأهلي يواجه سبورتينج في سوبر اليد الليلة التقي فريق النادي الأهلي لكرة اليد مع نادي سبورتينج في أتساع مساء في بطولة سوبر اليد في تاني مباريات النادي الأهلي في هذه البطولة المكونة أيضاً من ثلاث فرق وطبعاً النادي الأهلي يواجه نادي الزمالي غداً إن شاء الله على صالد حسن مصطفى في طبعاً المستضيفة للمنافسات تالت خبر معنا من صدى البلد يمكن الدوري الأسباني وأحداث مسيرة جداً في الدوري الأسباني لاستعادة الصدارة ريال مدريدي الصديف ريال مايوركا في الدوري الأسباني اليوم برشلونة مع تشافي طبعاً بيقدم مستويات فنية كبيرة جداً وبيتصدر جدول مسابقة الدوري الأسباني مؤقتاً برسيد 13 نقطة بعد فوزه الكاسح أمس على قادش بأربع أهداف دون رد النهاردة ريال مدريد هيواجه زهر اليوم نظير ريال مايوركا في إطار الجولة الخامسة في بطولة الدوري الأسباني وطبعاً ده في غياب كريم بن زيمة خلينا أقول لكم للإصابة وريال مدريد بيسعى لعودة الصدارة مرة أخرى حيث يتواجد ريال مدريد حالياً في المركز الثاني برسيد 12 نقطة بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز الثالث برسيد 5 نقاط ولكن قبل ما أتخذت هذا الخبر خلينا أقول لكم أنه كان في حادث إنساني أمس في مباراة برشلونة وقادش مباراة بوجود حالة وعكة صحية بين المشجعين بعدما طبعاً انتبه لنداء المشجعين بشأن المشجع اللي يمكن تعرض لوعكة صحية وتم إيقاف المباراة بالفعل وكانت لقطة إنسانية تدولتها معظم الصحف الرياضية العالمية ومن الدوري الأسباني للدوري الإيطالي ميلان ينتزع فوزاً صعباً من سامب دوريا بعشرة لعبين انتزع ميلان فوزاً صعباً أمام سامب دوريا في مباراة اللي قيمت أمس بينهما وانتهت بيفوز ميلان بهدفين مقابل هدف وهي طبعاً بعشر لعبين بعدما تم طرد رافئيل لياو في الشوت الثاني من ميلان ويتصدر ميلان في الوقت الحالي ويتقاسم الصدارة مع نابلي في الوقت الحالي برصيد 14 نقطة آخر خبر معنا من جريدة الشرق الأوسط ويمكن الخبر ده بيرفع عن كاهل نجمينة المصري محمد صلاح بعض من الهجوم اللي يمكن بيتعرض لي في الفترة الأخيرة سبب من وسائل الإعلام أو بعض الجماهير بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل لمباراة الثالثة على التوالي كمان زي ما احنا عارفين أنه يمكن بعض من الهجوم على نجمينة المصري محمد صلاح بيكون من ناحية أنه طبعاً ساديو مانيه رحل وسابق الفريق فالناس بدأت تقول أنه غياب ساديو مانيه هو اللي أثر على نتائج ليفربول ولكن الخبر ده بيأكد لنا أنه لا أنه طبعاً ساديو مانيه حتى الآن برضو في بايرن ميونيخ بيواجه بعض التعصرات وبيتعادل للمباراة الثالثة على التوالي أمام شتوت جارت بهدفين مقابل هدفين ضمن مفسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الألماني دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكراً لكم جداً وعودة مرة أخرى إلى الستوديو شكرك على التغطير الرائعة كالعادة يا نورهان شكراً لكي جداً